حل مشكلة هبوط الفريمات والدروب فريم في الألعاب وكمان زيادة الفريمات في كل الألعاب على جهازك وحل جميع مشاكل تشنج الألعاب عندك طريقة مضمونة وآمنة 100% سلام عليكم شبابكم الحاكم إن شاء الله طيب تكونوا بكم ألف خيار معكم أخوكم أحمل درجاتكم اليوم مقطع سلطوري أسطوري جديد مقطع اليوم شباب عن حل مشكلة الدروب فريم والدروب فريم على الألعاب سنحاول نوضح بعض الأسباب التي تفعل هذا الشيء على الألعاب عندك ونحاول كمان نفعل بعض الإعدادات على الويندوز لكي نحل مشكلة الدروب فريم والدروب فريم على الألعاب وسنحاول أن نزود قليلة فريمات على الألعاب عبر بعض الخطوات الفعالة والمضمونة 100% أول شيء يا جباب قبل أن نبدأ لا تنسوا تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس أكثر نسبة المشاهدين في القناة ليس مشتركين يا جماعة الخير فلا تنسوا تشتركوا وفعلوا زر الجرس ستساعدوني كثيرا ورح تفيدوني المقطع كثيرا لايك للمقطع هذا عشان ينتشر الأكبر عدد من الناس ويوصل الأكبر عدد من الناس عشان يستفادوا منه وحاولوا ما تقدموا المقطع وتابعوا المقطع للآخر عشان إن شاء الله فيه معلومات رح تفيدكم كثيرا وكمان هاي الطريقة لا تنسوا كمان يا شباب تراقبوا الفريمات فيه مقطع نزلته يوم أمس وكمان رح تلاقوه في وصف الفيديو عن إظهار الفريمات على شاشتك شوف الفريمات قبل ما تسوي الطريقة وبعد ما تسوي الطريقة لاتس جو اوكي جماعة الخير احنا حاليا في الديسكتوب زي ما قدلكم من أكبر مسببات اللاقة شباب وهو بطل الفريمات وضرب FBS هي الفيروسات الفيروسات والبرمجيات الخبيثة اللي بتكون على جهاز الويندوز أول شيء وأول نقطة لازم نسويها هي نتخلص منها نتخلص منها كيف يا أحمد رح تلاقوا هاي تدوينة رابط التدوينة هاي أسفل الفيديو تقولون تقرؤونها يعني فيها بعض المعلومات إن شاء الله راح تفيدكم يجب أن نضغط على الايقونة هاي اضغط هنا ورح ياخدك لهذا الموقع تضغط على free download هون free download عشان يبدأ معك تحميل برنامج malware byte أفضل برنامج إزالة البرمجيات الخبيثة والفيروسات من الجهاز يلوش البرمجيات الخبيثة يا أحمد البرمجيات الخبيثة هي اللي بتكون في مواقع تحميل البرامج تحميل الألعاب الحبيب والله اللي مش مجانية وانت بتحملها بشكل مجاني كمان وشاهدت الأفلام والمسلسلات بتكون فيها بعض الفيروسات صراحة وسببت إلي مشكلة إن شاء الله راح تكلم عنها في مقطع مقبل إن شاء الله نجي نضغط على البرمج بها تشكل ضغطتين برنامج يشتغل على كل الإصدارات الويندوز نجي هون نضغط على install يقول لك هون اختار هذا الخيار نضغط next هون لو بدك تتبت الإضافة على المتصفح بدك تتبتها تتبتها راح أنا ما راح بتتبتها راح أضغط skip هذا الشكل نخلي البرمج يتبت الفيروسات يا جماعة الخير هاي بتاخد من موارد جهازك كتير منهم يعني يستعملونها في تعدين العملات الرقمية واختراق جهازك كمان وسرقة معلوماتك الشخصية أكتر شيء نازم تاخد بالك منه هي هاي الفيروسات فلازم دايما تتخلص منها كل يومين 3 أيام تعمل scan وتعمل فحص لجهازك وتتخلص من كل هاي الفيروسات تتبت البرنامج يا جماعة الخير جدا سهل وبسيط البرنامج مجاني نجي نضغط done بهذا الشكل بعد ما يخلص ورح يدخل هسا لواجهة البرنامج نجي هسا الهاي ايقونة ما بدنا إياها خلص رح نحتفها هاي وفتح البرنامج يا اخوان نجي هون على get started بهذا الشكل اوكي نجي هون على not 3d to buy بهذا الشكل get started اوكي رح يفتح معنا البرنامج نجي هون رح نضغط على scan بهذا الشكل جماعة الخير رح يبدأ يعمل scan ويعمل فحص هون زي ما تشوفون يوريك الوقت اللي بياخده في الفحص هون الملفات وحجم الملفات وعدد الملفات يسولها scan والdetection هاي هي البرمجيات الخبيطة وهي هي الفيروسات انا يعني تقريبا منذ فرمت الويندوز وفرمت الجهاز ما سويت الو scan عشان هذا المقطع عشان اوريكم هاي الفيروسات عشان انا اصلا دايما بحمل برامج ووحمل الالعاب عشان نسوي لكم شروحات هون اكتشف لي سبع فيروسات وسبع برمجيات يعني خبيطة هاي البرمجيات وهاي الفيروسات هي اللي بيتسبب اللاك في الالعاب هسا سنخليه ونعطيه شوية وقت حتى يخلص ونرجع عشان يشبه ما ضيع كتير وقت رح انزل هاي عيقونة البرنامج بهذا الشكل وراح نمر للخطوة التالية جماعة الخير نروح هون على this pc جماعة الخير ندخل لل this pc نيجي هون على اي مكان على this pc نضغط properties بهذا الشكل هاي الخطوة بتفيد كتير في الالعاب وكتير مفيدة في الالعاب جماعة الخير Advanced System Setting نيجي هون على Advanced Setting بهذا الشكل نيجي على Adjust for Best Performance تعلم عليها ونيجي نضغط على Apply هاي الخيار يعني بكتير بيفيدة جماعة الخير بس لازم هذا الخيار بعد ما تنشال كل هاي العلامة هون نيجي نعلم على هذا الخيار Smooth Age of Screen Font نيجي هون على Show Thumbnails in State of Icons نيجي ونضغط Apply مرة تانية على الخيار هذا والخيار هذا لازم تعلموا عليهم نضغط OK ونضغط OK خلص خلصنا من هاي الخطوة نيجي نرجع بهذا الشكل مرة تانية أوكي هسا خلص يا جماعة الخير كل فحص الجهاز وهي هالفيروسات اللي تم اكتشافها على الجهاز زي ما تشوفون هون Malware 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 المالويرات حبيب والله هي اللي بتاكل من موارد جهازك وممكن حتى يتم اختراقك منها ايش راح نسوي هسا يا جماعة الخير 8 items detected يعني اكتشف 8 فيروسات نضغط quarantine بهذا الشكل يا جماعة الخير خلصت خلصنا من كل الفيروسات هسا وهسا يا شباب حتى لو مثلا لاحظت أنه عندك استخدام كتير يعني للمعالج وللقرص وكارت الشاشة راح تلاحظ أنه هذا الاستخدام اختفى ورجعت كل الأمور لوضعها الطبيعية هسا راح ننوح للخطوة التالية يا جماعة الخير نكتب هون run بهذا الشكل مربع البحث نكتب كلمة run ندخل عليها بهذا الشكل راح نكتب كلمة msconfig ايش راح نسوي هسا يا جماعة الخير msconfig بهذا الشكل راح نحاول أنه نشغل كل الكورات وكل الانوية الموجودة على جهازنا عشان الانوية اصلا افتراضيا في الويندوز ما بتكون شغالة كلها نيجي هون على البوت بهذا الشكل advanced options نيجي هون على number of processors جميع الانوية الموجودة على الجهاز كل بتختلف من جهاز لجهاز مثلا أنا عندي 8 انوية وانت ممكن تلاقي عندك 4, 6, 2 اعلى رقم عندك هون حطه نيجي هون نضغط على اوكي apply اوكي راح يطلب منك restart انت سوي restart ولا تقدر تسوي restart بعدين ما نخلص كل الخطوات انا مرح يسوي restart هسا هسا خلصنا من هاي الخطوة الخطوة التالية يا اخوان نيجي هون على ملف التكست هادا راح تلاقو هاي الاكواد راح احطها لكم في وصف الفيديو وكمان راح تلاقوها في المقال هادا المقال اللي راح تلاقوه في الوصف لو بدكم تقرؤون كمان المقال راح تلاقو فيها الاكواد هاي ولو بدكم بس الاكواد راح تلاقوها في وصف الفيديو نيجي على الكود هادا ultimate performance code سيبكم من الاول هادا نيجي على الالتيميت بيرفورمانس كود عشان نفعل خيار الالتيميت بيرفورمانس على جهازنا عشان بيفيد كثير في الألعاب وكثير مفيد في الألعاب نروح على مربع البحث نكتب كلمة CMD يا جماعة الخير بهذا الشكل CMD command prompt نضغط كليك من run as administrator تشغيل كما سقول نضغط يس بهذا الشكل تباتيق معنا هاي الأيقودة نيجي نضغط على أي مكان هون نضغط Ctrl V على الكيبورد Ctrl V عشان نحط الكلمة هاي عشان نفعل خيار الالتيميت بيرفورمانس نضغط enter هايه زي ما بو تشوفون ultimate performance تم تفعيله هس يجب بعد الخير نروح على Control Panel نيجي هون Control Panel ننزل تحت رح تلاقي هون Windows System نيجي هون Control Panel رح تلاقي هون على Windows 10 والتي تقدر تكتب هون في البحث Control Panel رح تلاقي نيجي على Power Options نيجي هون على Large Icons نحط Large Icons نيجي على Power Options بالنسبة لللابتوبات يا شباب اللابتوب ما بنصحك تفعل خيار الالتيميت بيرفورمانس حطها High Performance بس كتير مفيد وكتير كافي بالنسبة لللابتوبات بالنسبة للبسي المكتبي زي البيسي اللي عندي حط ultimate performance وما تسأل خلص نخرج من هاي الخيار هس يشباب رح نروح لخيار جدا مهم كمان خيار جدا مهم ومفيد وزبدة زبدة 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 المقطع يا جماعة الخير نيجي هون على ملف التكست وزي ما قلت لكم نحدي في هذا ما بنحتاجه رح تلاقي هاد الكودات في اسفل الفيديو اسفل الفيديو جماعة الخير في الوصف نيجي المربع البحث نكتب كلمة REGIDET يا جماعة الخير REGIDET بهذا الشكل REGIDET أوكي نكتبها رح تلاقي كلمة REGISTRY EDITOR ندخل عليها بهذا الشكل ونكتب نضغط على YES بالشكل هذا الكودات هاي اللي رح تلاقون يا شباب نروح هون زين بتشوفون هون HKCURRENTUSER رح تلاقيها هون HKCURRENTUSER ننزل شريط هذا بهذا الشكل تروح على SYSTEM بهذا الشكل يا جماعة الخير SYSTEM تنزل كمان هذا الخيار نيجي هون على Game Config Store Game Config Store نضغط عليه بهذا الشكل رح تلاقي اشي اسمه Game DVR Enabled Game DVR Enabled رح تلاقي بهذا الشكل ندخل عليه بهذا الشكل انت رح تلاقي هون عندك واحد سوي صفر اضغط yes اوكي سوي صفر Game DVR Enabled انت رح تسوي صفر سيما قلت لكم Game Config Store Game DVR Enabled نفتحه بهذا الشكل رح تلاقي عندك انت واحد حطه صفر في Value هون Data نحط اوكي ونرجع هسا رح نروح للخيار الثاني HK Local Machine يا جماعة الخير رح تلاقي هون HK Local Machine بهذا الشكل ننزل كمان هذا الخيار بهذا الشكل نروح على Software بالشكل هذا ننزل كمان خياره Software رح تلاقي هون كلمة Microsoft ننزل تحت على Microsoft ندور عليها وينها Microsoft اخوان هايها Microsoft بهذا الشكل ننزل Microsoft كمان نيجي ندور على Policy Manager يا جماعة الخير ننزل على خيار Policy Manager وين ندور عليه Policy Manager هايو يا اخوان Policy Manager ننزل كمان خيار Policy Manager نيجي على Default بهذا الشكل نزله كمان Default زي ما بتشوفون تبقوا الخطوة زي ما انا قاعد يسويها حاليا Application Management Application Management هاي هاي اخوان هون في هذا المكان ننزلها بهذا الشكل نروح على كلمة Allo Game DVR Allo Game DVR وينها؟ هاي هاي جبهات زي ما بتشوفون هون Allo Game DVR نيجي على Value Value بهذا الشكل رح تلاقيها نضغط عليها ضغطة كليك يمين Modify نيجي هون نحط هذا الرقم 0 ونضغط اوكي خلص نطلع ها سيش رح نسوي رسط بس جهازك وعشان تنحفظ معا كل هاي اعدادات راح ترسط جهازك بس هذه هي الخطوات اللي رح تسويها Restart للجهاز ورح تلاحظ الفرق الرهيب والكبير اللي رح يصير عندك في الجهاز من ناحية الفريمات رح ان شاء الله تتحسن عندك الفريمات بشكل جدا كبير كمان رح يروح عندك اللاك وضغط ايها بس في خطوة اخيرا رح نسويها رح نيجي هون على مربع البحث نكتب كلمة Run يا اخوان بهذا الشكل Run نيجي هون نحذف ملفات Temp ملفات Temp والمؤقتة لازم هاي الملفات دايما تحدفها كل الملفات الموجودة جوه فولدر Temp بهذا الشكل نضغط Enter نحط كلمة في المية يا شباب ونكتب Temp كمان نحط الكلمة هون Temp بهذا الشكل تكتبها ونيجي نضغط اوكي رح تلاقي هون كومت ملفات ناخد كل الملفات الموجودة هون لو يجيت يعني تشوف يعني حجمها تلاقي اثنين جيجا فاصل اربعين هاي ملفات مؤقتة وما بتفيدك في اي شيء بس بتاخد من موارد الجهاز نيجي نحذفها بهذا الشكل نضغط Continue بالشكل هذا اخوان اوكي نضغط على الخيار هذا خلص ما نحذفت خلص هذا الخيارات يعني هاي الملفات لسه بيحتاجها الويندوز نيجي عمرة تانية على Run نكتب Run ندخل ونكتب كلمة Prefetch بهذا الشكل Prefetch بالشكل هذا ملفات Prefetch كمان لازم تحدفها نضغط Continue بهذا الشكل يعني لا تخاف ما في اي ضرر على جهازك زي ما تشوفوا انا قاعد بحدفها حاليا نيجي نحذف ملفات Prefetch كمان كلها ملفات مؤقتة وزبالة صراحة ما بيحتاجها جهاز في اي شيء نيجي نضغط على Escape خلص خلصنا هاي الخطوة نيجي هون على Disk PC في اخر خطوة يا اخوان نيجي هون على Disk Local C نضغط كليك يمين Properties بهذا الشكل نضغط Disk Cleanup Disk Cleanup بهذا الشكل عشان نسوي كل يعني ملفات هالديسك زي ما بتشوفون هون كل هاي الملفات مؤقتة نيجي نقشر على Temporary Files يعني Downloads يعني لا تقشروا على Downloads يا شباب عشان في بعض الملفات اللي بتحملها انت ولسه موجود عندك فضل الDownloads لو قشرت على الDownloads رح يتم حذفها فما تقشر عليها كل هاي قشرت عليها ما بتحتاجها في اي شيء باستناء الDownloads وكمان Recycle Bind يعني المخلفات لو سلة المهملات لو ما بدك تحتف شيء لسه موجود عليها هتقشر عليها ما عندك اي شيء موجود على سلة المهملات أشر عليها OK Delete Finds وتستنى شوية يتم حذف الملفات رح تنبدأ هاي الايقونة نضغط Continue بهذا الشكل عشان يتم حذف كل الملفات كل الملفات المؤقتة الموجودة على الديسك خلاص تم حذفها كلها نأتي نضغط على OK وخلاص خلصنا كل الخطوات لحل مشكلة Drop Frame وكمان زيادة الفريمات زي ما قلت لكم قبل ما تسمووا هاي الطريقة تشيكوا الفريمات وشوفوا أداء جهازكم وبعد ما تسووها احكوا لي في نافذة التعليقات تجربتكم مع الطريقة هاي وكما لا تنسونا بلايكاتكم لو هذا المقطع حاولوا هذا المقطع يوصل أكثر من 200 لايك إن شاء الله تقدرون توصوني يا جماعة الخير انزلوا تحت تكتبوا لنا تعليقاتكم اشتركوا في القناة حاولوا نوصل لل 40 ألف مشترك في أقرب وقت ممكن أراكم إن شاء الله في مقطع أسطوري سنتوري مسنتر قادم سلام عليكم ورحمة الله شكرا